حيث قام اليوم عمال المخطة البرية للنقل بوقفة احتجاجية من باب المخطة وهذا للتنديد والمطالبة بين العدل في التعامل مع العمال وكذا نبس سياسة التخويف والترهيب حسبهم التي ينتهجها مدير المخطة ضدهم كما طالبوا بتسوية وضعياتهم تجاه الترسيم الذي دام سبع سنوات دون ترسيم حيث طالب بعض العمال من المسؤولين المعنيين بتنحية المدير الذي أصبح يشكل خطرا على سير المؤسسة مهدي بوشت رصد لنا التاريخ هنا سبع سنوات نستنى في هذا المدير يتقوم بأي جراء ولا حاجة لكن لا بالعكس نحن شفنا غير الاضطهاد من عنده وشفنا غير المشاكل من عنده نحن قد نطالبه بتغيير أول حاجة تغيير المدير هذا نهائيا ما نشقاب لناه نهائيا لأنه جاي كونتر العامل في كل المراحل بزيف ناس هنا ووصلوا تضربوا وبزيف ناس سربيهم الباطل هنا عمران ما يوقف معه واحد لابلوف يطفي تليفونه ويقول لك أنا خاطيني تختاراسي يعطيك أمر بلا ورقة هذا المدير رعينا هذي سبع سنين ما در لي نوالو رمعينا أخويا حامده بيكوغ يقلعوا علينا شوفوا الناحل في أقرب وقت